لما روح لسفر أشعياء بقى أشعية ألاقيها واضحة قوي بقى وانت ملاحظ شيء يا خسحاء ملاحظ ان انا ماشي في العهد القديم عارف ليه عشان محدش يقول دي بدعة نصرانية او بدعة مسيحية يعني في اليهودية في الطاورات كتاب اليهود مش ابتدعنا احنا المسيحيين سالوس يقولك زي السالوس الوسني سالوس وسني ايه السالوس الوسني الاب والام اتجوزوا بعد طلع الاله الترانزيستور الصغية عشان كده السالوس الوسني اب والام والابن لكن السالوس الالهي مش الاب والام ما فيش امومة هنا ده قينونة الهية جوهر واحد الاب والابن والروح القدس فيه اختلاف كله جزري مش اقول ده سالوس وسك لا طبعا وده الاعلان الالهي اللي اعلنه لنا تعال نشوف كده مع بعض في اشعية 48 من عدد اتناشر تمانية واربعين اتناشر اسمع لي يا يعقوب واسرائيل الذي دعوتوه مين اللي بيتكلم الله بيتكلم تمام يبقى الله الواحد اللي بيتكلم نعم انا هو طبعا محدش يقدر يقول انا هو غيره تمام فقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء نعم منذ وجوده انا هناك بيتكلم عن وجود مين ولاحظ كلمة منذ التساوي في الزمن البعض بيقولك اللي مش عارف اللي كاتب له برضو ده كلام اساوي الله منذ وجوده منذ وجود واحد مخلوق لا طبعا ولا يرجع للازل يرجع للازل طبعا تمام منذ وجوده انا هناك وبعدين والان في الزمان تمام السيد الرب ارسلني واروحه الله ده بايه كده السيد الرب وارسلني وروحه مين اللي بيتكلم هنا ثلاثة لا مش كده من اللي بيتكلم اللي قال انا الاول والاخر الله اللي قال انا هو اللي قال انا الخالق عشان كده قصد تقرأ عدد 12 تمام اللي قلنا الله بيتكلم بس الله اللي بيتكلم بيقول السيد الرب أرسلني وروحه يوم مرسل وفي اتنين أرسلوه اه رجعنا تاني برضو الكام تلاتة اينما تقرأ في الكتاب المقدس تلاقي على طول الله الواحد جامع في وحدانيته سالوس الاب والاب والروح القدس ده في العهد القديم خطب لحضرتك اما الاعلان الاكمل بقى في العهد الجديد لايه في العهد الجديد عشان كده بنقول كتاب واحد لإله واحد تعرف لو العهد الجديد أعلن شيء جديد غير الاعلان ده نقول لا اختلفت الصورة لكن في العهد الجديد لا ده كل العهد الجديد بيتكلم عن هذه الحقيقة وهذا الأمر